وتعالى تخفي الله بعضكم قد يقول ما هذا ما هذا التعبير استطار تخفيه هذه تعابير عقلية موجودة في الأديان التوحيدية جميعها لدى اليهود ولدى المسيحيين ولدى المسلمين في مناجات العارفين بالله تبارك وتعالى ليس من النادر بل من الكثير جدا أن نقع على أنواعنا المناجاة التي تعبر عن البخوع والخضوع لحقيقة الاحتجاب الإلهي والاستثار إلهي المعنى العاد إلى غيبية الله نحن نؤمن بالغيب الله ليس مجرد غيب عادي بل هو غيب الغيوب كما يعبر العارفون بالله هو غيب الغيوب كيف لا وهو القائل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخليج ولم يكن له كفوا أحد وذكرنا قبيل أسابيع يسيرة أن من شرط الإدراك ومن شرط الوعي بالشيء التباين أن يكون هناك تباين ولا تباين بغير مقارنة والله لا يقارن بشيء ليس مثله شيء ولا هو مثله أي شيء لا إله إلا هو ليس كمثله للأسف كثير من الفسرين درجوا على أن الكاف هنا صلة أي زائدة ليست بزائدة ليست بزائدة حتى وإن كانت زائدة نحويا إلا أنها معنويا دلاليا ليست بزائدة وهذا توفيق جيد بين مدرستين أو نزعتين من نزعات النحا بعضهم يرفض الصلات أو الزيادات في ألفاظ الكلام الإلهي الجليل وبعضهم يقبلها يقبل أن تكون صلة أي زائدة لكن التوفيق أن نجعل هذه الصلة هذا اللفظ أو هذه الكلمة أو هذا الحرف الزائد وجوده أن نجعل وجوده عفوا بدل ليس كعدمه بل وجوده له رسالة ذلالية سيمانتكية معنوية هائلة كبيرة جدا وطبعا لا يخفى على صاحب الذائق العربية الأصيلة القحة الفرق المهول بين قوله ليس كمثله وبين ما لو قال ليس مثله أيهم أبلغ طبعا القيل الإلهي أبلغ بمراحل ليس كمثله العامي من غير أن يخوض دروسا في المعاني والبيان يفهم ابتداء أنه لو فرض وبين قسين قاعدة فلسفية عقلية فرض المحال ليس محال فرض المحال ليس بمحال لو فرض له مثل فهذا المثل المفروض وهو محال ليس له مثل فكيف بالإيه؟ بالرب لا إله إلا هو الأصل أصل كل شيء مصدر كل شيء ينبوع كل شيء لا إله إلا هو إذن شرط الإدراك بالشيء شرط الوعي للشيء التباين التباين شرطه المقارنة بل يتقوم المقارنة حقيقة المقارنة التباين حقيقته المقارنة وأي مقارنة؟ الله كما أقول دائماً ليس منه إثنان هو واحد أحد لا إله إلا هو ولذلك لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو غيب الغيوب قد يأتي متنطع ويقول إذا كان ربكم لا إله إلا هو الذي تؤمنون به وتوحدونه غيب الغيوب ولا يمكن أن يدرك بمقارنة لأن شرط التباين مرفوع غير موجود كيف إذن آمنتم به؟ سهلا هذا السؤال ليس سؤالاً صعباً جداً وبالمناسبة بعض كبار الفلاسفة المؤمنين بالله تبارك وتعالى أعرب عن أن من المستحيل من غير الممكن إقامة مرهانة على وجود الله ابن سينة فعل ذلك بعضهم يقول ماذا؟ ابن سينة؟ وللأسف لا لا أعبر عن هذا أنه لا يمكن إقامة برهان على وجود الله على أنه في أكثر من كتاب وخاصة في الإشارات والتنبيهات أقام برهان الوجوب والإمكان المعروب ببرهان الإمكان ثم عاد فجرد منه برهان أقوى منه اعتز به كثيراً سموه برهان الصديقين برهان الصديقين قد أشرح البرهانين على عجل إن شاء الله تعالى إذن كيف؟ قال إنه لا يمكن إقامة البرهان الجواب يسير لمن يحذق الفلسفة ومصطلحات القوم الفلاسفة أحياناً إذا أرادوا أن يتكلموا عن البرهان في أقوى صوره لم يعتمدوا إلا البرهان اللمي ولا يعتدون حينها في هذه الحالة بالبرهان الإني ما الفرق؟ البرهان اللمي هو الذي يستدل بالعل على معلولها أو معاليلها هذا أقوى أنواح البراعي لماذا؟ لأنه إذا كان السير من العلة إلى المعلول تعين أن يكون المعلول معلولاً لهذه العلة وليس العكس إذا أردت أن تستدل بالمعلول على العلة لا ينظر أن يكون هذا المعلول معلولاً لعلتين أو لأكثر من علّة فلا يتعي أن يكون معلولاً لهذه العلّة التي ظننت لذلك البرهان الإنّي هو هذا الثاني أضعف من البرهان اللّمّي أضعف من البرهان اللّمّي السير من العلّة إلى معاليلها أقوى البراهين ابن سينة يقول لا يمكن إقامة برهان لمّي على وجود الله هذا تخرج كلامه لا يمكن أن يتخرج إلا على هذا لأنه رجل مؤمن وأقام براهين قوية بعضها لم يسبق إليه حقيقة يعني برهان الصديقين هو سمى برهان الصديقين ولم يسلم له صدر المتعلّهين ملّا صدر الشيرازي محمد رحمة الله عليه قال لا برهان الصديقين أنا الذي أقمته قبل أنزل من كانتربري هنا الغربيون يتبجحون كثيراً يقول هذا البرهان الأنطولوجي البرهان الأنطولوجي قبل ديكارت أنزل القديس أنزل من كانتربري أنزل من؟ ملّا صدر أقام هذا البرهان على قواعد غير مسبوقة ومن أقوى ما يكون لم يلحق به قديس كانتربري أنزل لم يلحق به ولا ديكارت والذين أتوا بعد ذلك وحتى الإرادات التي أوردها إيمانويل كانت على البرهان الوجودي هو لم يتعرض له بالصيغة التي أقامها أنزل وهي أفضل من جهات معينة من الصيغة التي أقامها غيره مثل ديكارت هو تعرض وصرح بهذا للأمان العلمية كانت أنني أتعرض لصيغة ديكارت كل هذا ضعيف متهالك لكن هذا موضوع ثاني لن ندخل في الفلسفة الآن على كل حال ابن سينة برهانه برهان الصدقين جملة واحدة شي عجيب عقل جبار هذا الرجل قال كل موجود فكر في الوجود هو كل موجود إما أن يكون ممكنا وإما يكون واجبا وهذه مقدمات بدهية للفلسفة لمن يفهم لماذا؟ كلمة ممكن تنحل إلى مفهومه يعني في نهاية الموطف أنت حين تذهب تعطي تعريفاً للممكن هذا التعريف ليس ضروري وليس مطلوب لماذا؟ لأنه موجود في قلب كلمات أو كونسبت أو مفهوم ممكن إذا فهمته الكونتنجينت يعني الممكن هو العرضي الممكن ليس اللازم ليس الضروري يعني معنا ممكن باللغة الفلسفية هذه مقدمات بدهية المرحاني يكون قوياً جداً جداً كل موجود إما أن يكون ممكناً وإما أن يكون واجباً فإن كان ممكناً مثل كل هذه المخلوقات كل الكون بكل ما يحوي من أشياء من عرش الرحمن إلى إيه؟ إلى أدنى شيء في الفرج كل هذه الكوانب والعوالم ما نعرف وما لم نعرف منها كلها ممكنات الممكن يقول ابن سينا يعود إلى الواجب مستحيل إذا فهمت ما هو الممكن وهذا موضوع آخر أيضاً إذا فهمت ما هو الممكن بالضبط والممكن لا يمكن أن يصير موجوداً إلا إذا وجب وجوده وهو وجوب بالغير فالممكن لا يوجد ما لم يجب قاعدة فلسفية أخرى شرحتها أيضاً في دروس الجمعة الأخيرة غير مرة الممكن لا يوجد ما لم يجب ووجوبه ليس بذاته إلا أنه ممكن وإنما وجوبه بماذا؟ بالغير ما هو هذا الغير؟ من هو هذا الغير؟ هو الواجب بالذات الذي يوجوده من نفسه لا إله إلا هو قال إذن الموجودات إما ممكن وإما واجب الممكن يعود إلى أيه؟ مباشرة إلى الواجب والواجب قائم بنفسه أنت أكل شيء لا إله إلا الله إذن الله موجود الله هذا يحتاج إلى ساعات نشرح هذا ونثبت أن هذا برهان من أقوى البراين على الإطلاق ويصعب إلى حد الاستحالة نخذه يحتاج إلى ساعات قولك ما فيش إله قولك لا يفهمي شيء لا في فلسفة لا في كهة وبتكلم وما سكين هذا ابن سيناء الموجود إما ممكن وإما واجب الممكن عائد إلى الواجب في وجوده أو إن وجاده والواجب انتهى كل شيء هو الواجب خلاص إذن وأن إلى ربك المنتهى إنا لله وإنا إليه رجع ألا إلى الله تصير الأمور لا إله إلا الله هو المبدأ وهو الغاية لكل شيء سبحانه وتعالى فإذن ابن سيناء حين قال لا يمكن إقامة برهان انتبهوا لأن بعض الملاحدة ممن شذى من العلم حروفاً يسرقون العلم والفلسفة كلمة من هنا كلمة من هنا يقول لك حتى ابن سيناء فيلسوفهم الكبير العقلاني قال الله لا يمكن إثباته بالبرهان مساكين هو يتحدث عن ماذا؟ عن البرهان اللمي على أنه قدم برهاناً ظنه برهان الصديقين وجاء مولا صدر قال هذا ليس برهان الصديقين برهان الصديقين فعلاً استدلال بالله على كل ما عدى الله وهو برهان لمي وهو برهان لمي يعني أفلح مولا صدر في مائه أخفق في ابن سيناء وهو المشار إليه بقوله تبارك وتعالى أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شئ لا إله إلا الله الله يقول يمكن أن تصر إليه بطريقين بطريق البرهان الإني ما هو البرهان الإني؟ الاستدلال بالآيات المنصوبة في الأفاق وفي الأنفس سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم إن في خلق السماوات والأرض وإن 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 هذا هو البرهان الإني هذه حيلة هكذا حيلة على الفكرة وليس فلسفية إذا يعني اختلط عليك أمر الإني باللمي تذكر دائماً أن الإني يمثل له بمثل قوله إن في خلق السماوات والأرض قال له هذا الإني هم لم يفعلوا هذا أنا أعطيتكم هذه هكذا حيلة خديعة حتى إيه لا يختلط عليكم الأمر هذا اسم البرهان الإني سير من المعلول إلى علته وعكس أقوامه البرهان اللمي سير من العلة إلى معاليلها سير من إيه؟ العلة إلى معاليلها إذن سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبع برهان إني أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد برهان لمي لا إله إلا الله شهد الله أنه على كل شيء شهيد شهد الله أنه لا إله إلا هو وأولو العلم والملائكة وأولو علم قائماً بالقصد لا إله إلا الله الله يقول لك هذا البرهان أنا شهدت شهدت على أني موجود والملائكة يشهدون وأولو العلم اللهم اجعلنا منهم العارفون الصديقون الراسخوا القدم في العلم والتحقيق والمعرفة والعرفان والفلسفة ليس لخفاف الهوائيين الذين يعومون ويغرقون في شبر ماء باسم الفلسفة مرة وباسم العلم مرة كلام فارغ هذا هو البرهان اللمي هذا هو البرهان اللمي شكرا للمشاهدين شكرا للمشاهدة